السلام عليكم مشاهدين الكرام صراحة كل ما كان نسمع شي تصريح ديال عدمجيد تبون رئيس الجمهورية الشعبية الديمقراطية كل ما كان لقى بأنه كلام ديال كتير السخرية والشفقة والضحك فالمرة دار في إطار لقاءات الإعلامية اللي كي يسترسر فيها دار لقاء مع صحفة جزائرية ومتلاف في صحفيين اثنين واحد كتكلم بالعربية واحد كتكلم بالفرنسية وطبعا بالنقاط اللي مهمة وكتفهمنا احنا يا لتروها هي فرض جزائر تشيراء على الأجانب اللي كي يحملوا جو الصفار المغربي وصولوه على السبب طبعا قال أنه السبب هو صولوه قال له واش سبب؟ يعني أمني أم سياسي غير مجوش ودكر وصف بأنه كان واحد تؤاما سياسية بين الكيان الصهيوني ومملكة المغربية قالها بالفرنسية ومفهومة وواضحة بمعنى أنه دائما كي يربطوا النظام الملكي أو المغرب بالكيان الصهيوني من أجل نيل من المغرب من سمعة المغرب وقيمة المغرب ونسوا بأنهم الصهيان الكبيرة هي اللي كيناع عند النظام الجزائري لسأل المغربة أما بالنسبة لنا علاقتنا مع إسرائيل ما فيهاش حتى شي ضرار يعني إسرائيل ما حقاش شي ضرار أو شي عادة أو شي اعتداء على المغرب أو الشعب المغربي ولكن في تفسيراته السبب فرض تأشيرة بين بأنه مبليا على شكوك ما كانش وقائع ما كانش حقائق على شكوك ماشي بحال المغرب فشفرض تأشيرة 1994 على الجزائريين للدخول للطراب المغربي بناء على تحريات بجذب أحداث دير أطلس إسني فوق يقول شكوك لأنه شكوف بعض اليهود أو إسرائيليين يدخلوا بجواز صفر مغربية وقالوا شجيوا عندنا يجيوا وديروا آه يمكننا أنهم غادي يجيوا وشوفوا ميناء وهرانة أو شوفوا حي بعض المؤنشاءات وهنا هذية السخافة هذية الرئيس الجمهورية هو يجب أكي يحتقر الذكاء الشعب الجزائري أو الذكاء الشعب المغربي ويقول بأنه ما كانتش مشكل بالنسبة للموريطانيين والليبيين والتوانسا لعندهم جواز صفر دير بلدهم الحاجة التي لا تكشفها هي التي تكون لماذا لم يقالوا يقولوا مثلا الناس من الموساد الإسرائيلي قد يأخذوا عندهم جوازات صفر تونسية أو ليبيا أو موريطانية لكي لا تتكلموا فيهم ويدخلوا ذلك ما يريد زيتنا على هذا الشعب الناس محتاجة على الدخول لكي لا تتعرف أنه كان في ميناء أو وهران وفي هذا المركز في هذا المركز كل شيء مفضوح كل شيء معرف كل شيء معروف وأكثر من ذلك يخدموا لك أيادي جزائرية وعيون جزائرية ناس جزائرين يدوروا معهم يعطيهم شوية العاقة أرى لك الأخبار الشيء الشيء ما شاهدوا هذا والمهيم عندك مشكل مع المغرب ومع المغرب وبغيب در المغرب والمغرب وصافهم وكل شيء قال هذي وليهذي وحتى بالنسبة للمحاكمة هذه المجموعة ولديك شبكة اللي قالوا أن شبكة فيها مغاربة وجزائريين متهمة تجسس قال بأنه مازالت تحريات كينا وكان شاكين كي جوزت مزورة بمناء شكوك وقال كي يقول أنه هذا أخذنا احتياطات وهذا الدفاع عن النفس وهنا بغي العبل واحد وطر حساس قال هذا شيء ماشي ضد شعب الشقيق المغربي الشقيق شل الشعب المغربي شقيق المغربي الشقيق وإنه كي يبيه بأنه ركي تعطف مع الشعب المغربي وإنه نتال الانتبال وإنه قال واحد جملة قال أنه نتمنى أن الشعب المغربي يخرج من مرحلة اللي رأى فيها بسلام لش شنو وقع نحن الحمد لله رحنا بي خير اللي تسمع كي يبيلك بأنه الشعب المغربي رأى في ورطاء أو في حالة من كوباء أو في حاجة مشية هديك وإنه شنو مالنا إذا قارنا الحالة الاجتماعية الاقتصادية للشعب المغربي مع الشعب الجزائري رأى الشعب المغربي الشعب الجزائري هو اللي اللي لقع له هذه الكلام نتمنى أن الشعب الجزائري دوزم هدم نحن اللي كيعانيها في ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقهراء اللي كيحس بها والرزق دياله اللي كيمشي غورس دروات بسبب النظام الجزائري اللي كيخدق الأموال في عداء المغريب كيخدقها على البوليساريو وعلى المرتزقة وعلى المرتزقة بكل أنواعهم وكذلك على التهجم على الجيران وكشفو دبا مالي كيفاش كتحتج على الجزائر وعلى الجزائر إذا الشي ما خصرش نسوه ومنين تقلو قالوا الدرا كيقولوا بأنه صورة الصحافة التي تتكلم بالعربية قالوا يمكن قالوا الناس اللي يقولوا بأنه جزائر مغاربة اللي كيين في جزائر قال الشي كلام فارغ ولكن حظو رأسنا هو حاول أنه يطمأن المغاربة اللي كيينين ويعطي واحد صورة ولكن نرض البل إنه هذا غي إطمئنان محاول إطمئنان محاول تهديئة فالنس لها نزيل جوازات الصفار هدو رأهم خصوص قانون بتعشيرة بمعنى أنه يجب يكون في جزائر في وضعية قانونية أنه ستشد في بلاسة أو مثلا يعني يجب الهوية سيقوم باسبور ما عندوش فيزا وتقول أن تدخل الجزائر فوضى سيف حالك وذلك الساعة سيطردوه في كل قانوني يعني إبعاده بشكل قانوني وإذا كانت ترشي حاجة في الصحفة سيقول له ودير هذا مغربي ما عندوش موقين في الجزائر بصفة غير قانونية يقول لك ما عندوش ما عندوش هذا هذا ما عندوش خطوة لكي يصطادوا واحد بواحد لكي يحاولوا إبعادهم لأنهم لم يشكوا فيهم كما قال هذا الأخر بأن هذي القباصة وهذه الحرفيين لم يرأوهم فيهم الشك ممكن أنهم يخذوا في ديور الجزائريين ومسؤول الجزائريين ويمكن يركبوا ماشي كاميرات أو سلوكة أو شي لإتيح الفرصة للمخابرات المغربية أنها تجسس بشكل قريب على الجزائريين وقال لماذا نترضون بغريبة وهنا قال كلام الذي ضربيه السياسة المقبور هواري بومدين قال هذا مغاربة عايشين معنا غير مخصص في تخلوف متاهات إذا تخلوف متاهات سوى كانوا مغاربة وجزائيين أو غيرهم يعني بمعنا نغلس لكم معهم المسالك يعني الإجراءات القانونية طبعا هذا كلام معقول مسؤول قال لهم الترش ما واش ترضو مغاربة قال لهم احنا مسؤولين سياسيين كالنادي بالأخوة كيف نترضو المغاربة بمعنى أنه يضرب سياسة لعداء إياد الهواري بومدين لترض 350 وخمسين ألف مغربي في جزائر عايشين بخير وعلى خير وبطريقة سلمية ومزوجين سواء بمغربيات مغربة مزوجين بجزائريات أو مغربيات مجوزين بجزائريين وعايشين بخير وعندهم ملذات متمو مستقرين ومساهمين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبالتالي ناض بومدين ردا على المسيرة الخضراء دا المسيرة السوداء وطريقة 350 ألف مغربي بمعنى أنه الآن مجيد تبون رئيس الجمهورية الشعبية الديموقراطية أنه يضرب هواري بومدين يعني ضربة وعلى ومفهما وهناك نقول يبدي الله على تك الصحة يعني هذا هو الكلام قال يكون مزيان في هذا الشيء الذي قال ولكن ما نتقوش فيه وعند مغرب الجزائر تأبطت شرا أنا أقول هل هذه شحار وشحار مرة أعود لها أرد البال رام ما كان اشتقى ما كان اشتقى في عتقى ما كان اشتقى في لدى عتقى ورام غلي الضوغ البرد شكرا تمام و السلام وعليكم وعليكم وعلى رحمة الله وبركاته